فضل يا أستاذ أحمد حديثتك عن كتاب الله وسنتي وكتاب الله وعترتي لماذا ترفضون كتاب الله وسنتي إيه السبب اللي خليكم ترفضوا كتاب الله وسنتي ببساطة لأنه لا يصح الصحيح هو كتاب الله وعترتي نحن لسنا ضد سنة رسول الله طب تفضلت لنا ماشي ما فيش مسؤولة يا أخواننا أنا موافق أنا موافق الآن أنت ترفض كتاب الله وسنتي لأنه ليس بصحيح صح؟ طب هتلينا ما عليش واحد واحد هتلينا كتاب الله وعترتي اسمعني هتلينا كتاب الله وعترتي من كتبكم صحيح حديث كتاب الله وعترتي من عندكم صحيح ثواني ثواني يا ولي الآن يوجد كتاب الله وعترتي ويوجد كتاب الله وسنتي في مصادرك أنت حج عليك هي مصادرك مصادرك بماذا اعترفت بكتاب الله وسنتي أم كتاب الله وعترتي هذا سؤال يعني أنت حضرك سألت سؤالك أولا متن الحديث متن الحديث اللي أنت جاي به حضرتك لا يقول بما تذهب إليه أنت خلاص لأننا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم لو سمحت خلينا كمل لأننا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما تمسكت به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي أهل بيتي وأهل بيتي عندنا يدخل فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم فليه أساسا إحنا عن رد الحديث إلا أن يكون بالفعل الحديث ضعيف ولكن كتاب الله وسنتي هو من قال به القرآن الكريم يعني هناك أكثر من سبع آيات أو ثمان آيات تتكلم عن كتاب الله والسنة أي الله والرسول فقط أيها الله العظيم شفت شلون دي نقطة النقطة التانية لماذا لا تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة أهل البيت ما هو التعارض يعني أنا نفسي أعرف ما هو التعارض أن يقال أن سنة النبي هي سنة أهل البيت ولكنكم تعلمون جيدا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن ما ذهبتم إليه لذلك تقاتلون على أن تنفون كتاب الله وسنتي مع أن الحديث لا يتعارض معكم الحديث لا يتعارض معكم الآن سؤالي البسيط إذا كان معصوميك يردون كلامهم إلى الكتاب والسنة هل إذن واجب وجود الكتاب والسنة وليس كلام أهل البيت نحن لا نتكلم عن كلام أهل البيت الآن عندي 13 رواية من كتبك تقول بالرجوع إلى الكتاب والسنة فما مفهوم تلك الروايات فضل أجيب يا ريت يا أخواليد عالي الصوت شوي حتى أجاوب وتكون يا ريت يا أخواليد تعطيني وقت حتى أجيب وتستمع لي فضل من فضلك يعني أخواليد الآن نتركنا من السند لأنك قلت أنه المشكلة في المتن إنما أولا أنت سندا تأخذ بكتاب الله وعترتي أم كتاب الله وسنتي هذا اللفظ الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه هذا اللفظ لا يمكن لنا ثواني بس أخواليد فضل أخواليد المحترم الآن صدر حديث من رسول الله صلى الله عليه وعاله بلفظه إنما صدر كتاب الله وعترتي أم كتاب الله وسنتي السند ماذا يقول رجال السند من هم الذي صح الذي صح هو كتاب الله وعترتي ليس كتاب الله وسنتي نرجع إلى المتن نرجع إلى المتن أنت تقول مشكلة المتن أنه عترتي يعني أنه إذا نرجع نعرضها على القرآن فتظهر سنة رسول الله ما آتاكم به الرسول فخده وما نعاكم عنه فانتهوا عنه هذا اللفظ عترتي أهل بيتي أنت تقول تدخل فيه نساء أهل بيتي رسول الله نسأل يا رسول الله هل بيّن لنا رسول الله من هم العترة من هم أهل البيت أم سكت عن ذلك نرجع إلى سيرة رسول الله بيّن لنا رسول الله في أحاديث صحيحة من هم أهل بيتي وهم عليهم وفاطم وحسن وفاطم يا أستاذ أنا ما دخلت من هم أهل البيت لأن إحنا كده هنخرج من المسألة كلها أنت ليه دايما بتحبوا تتفرعوا لو سمحت الآن الآن الإجابة بسيطة جدا الإجابة بحضرتك بسيطة جدا الإجابة بسيطة جدا هل هل من الممكن أن نحتكم إلى المعصومين عندك ليقولوا لنا هل كتاب الله وسنة خطأ أم لابد الرجوع إلى الكتاب والسنة إيه رأيك لا كلامي ولا كلامك أجيبك أجيبك ما هي السنة هو قول رسول الله وفعل رسول الله وتقرير رسول الله طبعا أنا ما سألتك ما معنى السنة أنا ما سألتك ما معنى السنة أنا ما سألتك أنت حضرتك تفرعت الآن حضرتك تفرعت الآن خليك ألمود لو سمحتك أنت تفرعت الآن أنت تفرعت الآن أنا أقول لك هل تقبل أن يكون حكم بيني وبينك المعصومين عندك ونرى هل لابد أن يكون هناك كتاب وسنة والأخذ منهما أم لا أجيبك 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 في صلب الموضوع أخوالي الحكم بيننا هو هذا الحديث لا نقول حديث رسول الله ما أنا أجيب لك حديث أنا أجيب لك حديث أنا مش أجيب لك كلام أنا أجيب لك حديث أنت ليه خيفين من كتبكم يا جماعة الخير أولونا لا نأخذ من الكتب عندنا ونرتاح الآن قلت لك من المفترض لو قال لك أي أحد أترضى أن يكون بيني وبينك الله حكم المفروض تسلم تقول نعم هل ترضى أن يكون بيني وبينك الرسول صلى الله عليه وسلم حكما المفروض نعم تقول نعم هل ترضى أن يكون الأئمة عندك حكم بيننا وبينك في هذه المسألة من المفترض أن تقول نعم وتقول لي يا وليدي تفضل اطرح ما عندك يا أخ وليد أنا ما عندي أي مشكلة بأنه من يكون الحكم لكن حديثنا في حديث رسول الله هو في حديث لن أذهب بعيدا إن ذهبت أنا بعيدا إن ذهبت أنا بعيدا اسمعني إن ذهبت أنا بعيدا فقل لي يا وليد لقد ذهبت بعيدا نتوكل على الله نتوكل على الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله أولا أولا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي دعني أقرأ أه تفضل تفضل دعني أقرأ تفضل الله أكبر تفضل 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 طيب نبدأ الأول بالحديث الأول في الكافي تمام جزء واحد صفحة ستة وتسعة وستين يقول قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نتق به ومنهم من لا نتق به قال إذا ورد عليكم الحديث فوجدتم لو شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي جاء به أولى به أهو إذا وجدتم له شاهدا من كتاب الله أو قول رسول الله صح كده قول رسول الله سنة أولا من سنة سنة الحمد لله رب العالمين نروح للحديث الثاني الحديث الثاني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل شيء مرضود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوفق كتاب الله فهو زخرف طبعا هنا السنة ونمين السنة أخوالي أخوالي بس للملاحظة أنا يعني في التاكسي حاليا أشتغل تاكسي فإذا صعد أحد وغلقت الخاط هذا ليس هروب يعني أرجع التصلي لا لا ما فيش مشكلة خذ وقتك إن شاء الله خذ وقتك أقول لي عن أباني من تغلب ما أشي في الكافي أين عن أبي جعفر عليه السلام أنه وصول إلى عم مسألة فأجاب فيه فقال الرجل إن الفقهاء لا يقولون بهذا فقال يا وحك وهل رأيت فقيها قط إن الفقيه حق الفقيه زاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال المتمسك بسنتنا ولقال رسول الله عن جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين أنتهي بس لو سمعت عن جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة الحديث الخامس عن جعفر عليه السلام في حديث الله قال من تعدى السنة رد إلى السنة ومن جهل السنة رد إلى السنة فضل من قال لك أني أنكر السنة أو أحد أي أحد عاقل من ينكر سنة؟ أي شخص مسلم يقبل سنة رسول الله إذن لماذا تنكرون حديث كتاب الله وسنة؟ أنكر هذا الحديث لأنه لم يخرج من رسول الله هوا دل خارغوا من رسول الله أم لم يخرجوا من رسول الله؟ هذه الأحاديث التي تقول كل الأحاديث ترد إلى كتاب والسنة هل هي خارقت من رسول الله أم لا خارجت من رسول الله؟ الحمد لله الآن وصلنا إلى نقطة هو أنه في هذا الحديث عن رسول الله خرج بهذا اللف تمسك بكتاب الله وعثرة هذا اللف الأحاديث التي أتيت بها ما فيها العثرة الأحاديث التي أتيت بها ما فيها العثرة الحديث الذي ما تركت فيكم ما تمسكتم به يا أستاذ أنت ليه بتفرع؟ ليه تهرب للمسألة؟ ليه رجعت الخلف؟ أنا الآن قرأت خمس أحاديث هل هذه الخمس أحاديث فيها عطرتي؟ هل هذه الأحاديث فيها عطرتي؟ أم فيها كتاب الله وسنتي فقط؟ ما فيها مشكلة هذا الأحاديث أي حديث يأتي يقول لنا تمسكوا بسنة رسول الله أو خذوا بقول رسول الله هذا ما في شيء طب لما هو ما في شيء لما هو ما فيه شيء حضرتكم ليه؟ بتتقاتلوا حتى تنكروا حديث كتاب الله تركت فيكم ما تمسكتم به كتاب الله وسنتي أخواليد انتبه ننكر أن هذا اللفظ كتاب الله وسنتي حبل ممدود هذا اللفظ ننكره طب نسألك سؤال تاني نسألك سؤال تاني هنوضحها للناس نوضحها للناس أكتر نوضحها للناس أكتر نوضحها للناس أكتر هل أهل اسمعني بس هل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليهم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها فصل اه ما هو قدمها من شوية قالك لو فصلت ما تقولش ان انا عربت حط رجله غيره اخوانا السؤال اللي انه انا كنت هتراحه دلوقتي عليه هو اكيد سمعني الان اليس واجبا على اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم اليس واجبا على كل مسلم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم برضو نعم اذا اذا قيل حديثا وقيل فيه تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله والسنة ليس فيه اي اشكال هات لنا هات تانية كده عم عبدالله نكمل بيت الاحديث تمام طيب استنى فصل تمام بيقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بالسنة فيه اختلاف امتي كان له اجر مئة شهيد تمام وايضا عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال قلته اكل شيء في كتاب الله وسنته ام تقولون فيه ام تقولون فيه يبقى الكلام هنا الهاء هنا عائد على من على من على ابي الحسن واهل البيت فقال بل كل شيء في كتاب الله وسنته الله اكبر بيقول لي اخوانا هنا بيقول لي عن محمد بن خالد البرق عن صفوان بن نحن عن سعيد بن عبدالله الاعرق قال قلته الابي عبدالله عليه السلام ان من عندنا ممن يتفقه ممن يتفقه يقولون يرد علينا ما لا نعرفه في الكتاب والسنة فنقول فيه برأينا فقال كذبوا ليس شيء الا وقد جاء في الكتاب وجاءت فيه السنة ما قال احنا والله ما اروحنا والله ما اروحنا الله مستعد